موسيقى انتخاب وارمين لاشت رئيسا لحزب الاتحاد الديمقراطي في ألمانيا موسيقى اندونيسيا تسجل على زيادة يومية في إصابات كورونا بأكثر من 14 ألف حالة جديدة موسيقى وقتل وجرح في صفوف قوات الأمن الأفغاني جراء انفجارين منفصلين بكابول وهلمان الثانية ظهرا الثانية عشرة بتوقيت جرانتش موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم مشاهدين الكرام انتخب أو انتخب ارمين لاشت رئيسا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا وحصل لاشت على أغلبية تمثلت بـ 521 صوت من أصل ألف ومندوب واحد تمت دعوتهم للتصويت متقدما بذلك على فريدرش ميرتز بـ 466 صوتا هذا المنافس التاريخي للمستشارة والمؤيد لتوجيه الحزب إلى اليمين حسب نتائج الاقتراع الداخلي وأصبح لاشت في موقع يسمح له بقيادة المعسكر المحافظ للانتخابات العامة في سبتمبر القادم أما في الولايات المتحدة الأمريكية فاستدعى عدد من حكام الولايات الأمريكية قوات الحرس الوطني وأعلنوا حالة لا طوارئ هناك كما أغلقوا مقرات الكابتل لديهم وذلك استجابة لتحذيرات من مظاهرات يحتمل أن تكون عنيفة قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن هذا الأسبوع وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حذر من احتمال وقوع أعمال عنف في جميع عواصم الولايات وقال إنه يتتبع قدرا كبيرا من الأحاديث المقلقلة عبر الانترنت بما في ذلك الدعوات للاحتجاجات المسلحة كشفت بيانات الفريق الحكومي المكلف بمكافحة كورونا في اندونيسيا عن تسجيل أعلى زيادة يومية في حالة الإصابة بفيروس كورونا مع رصد 14.224 إصابة جديدة هذا وسجلت اندونيسيا 283 وفاة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 25.767 حالة وتعد اندونيسيا البلد الأكثر تأثرا بجائحة كورونا في جنوب شرق آسيا من حيث عدد الإصابات وكذلك الوفيات أما في أفغانستان فقد قتل أربعة مؤصيبة خمسة من قوات الأمن الأفغاني جراء انفجارين منفصلين بالعاصمة كابل وولاية هلمند ولما تعلن أي وجهة مسؤوليتها غير أن أصابع الاتهام عادة ما تشير إلى حركة طالبان يأتي تصاعد العنف فيما تجري الحكومة الأفغانية وحركة طالبان محادثات السلام منذ أكثر من ثلاثة أشهر أما في اليمن فأعلن الجيش سقوط عشرات القتلى والجرحة من قوات الحوثي في معارك عنيفة بين الطرفين بمحافظة الحديدة غربية البلادة وأوضح البيان أن الاشتباكات اندلعت بعد هجوم شنه الحوثيون على مواقع الجيش في الحديدة وأشار إلى أن الجيش كبد قوات الحوثي عشرات القتلى والجرحة وأجبر من تبقى منهم على الفرار ذكرت لجنة الانتخابات الأغاندية أن يوري موسفيني متقدم بشكل كبير في الانتخابات الرئاسية وقالت لجنة أن موسفيني الموجود في السلطة منذ حوالي 35 عام حصل على 58.8% من الأصوات بعد فرز نحو 51.6% من الأصوات وحصل أقرب منافساً لموسفيني وهو بوبي واين نجم البوب على 34.6% من الأصوات حتى الآن مشاهدين الكرام وصلنا بذلك إلى نهاية هذا الموجهز الإخباري ونحيط على محضراتكم أن تردد أكسرا نيوز الجديد أصبح 11.785 معدل ترمي 27.500 أما معامل استقطاب فهو رأسي في أمان الله